ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وعند المؤرخين وهناك من بالغ في خصوص هذا البساط وماهيته ومما يتكون ومساحته وإن شاء الله سنعرض لأراء المفسرين حول هذا البساط لكن هذه الفكرة وهذا التنقل وهذا التجول عبر البساط هو منبثق من تسخير الرياح لنبي الله سليمان لأن الله تبارك وتعالى وكما أسلفت في حلقة سابقة سخر لسليمان الريح وأشار في القرآن الكريم إلى ثلاث آيات في بيان ذلك التسخير وفيما هي ذلك التسخير وفي مدة التنقل عبر ذلك البساط وأن هذه الرياح تأتمر بأمر نبي الله سليمان في ثلاث آيات في القرآن الكريم في الواقع الآية الأولى في سورة سبع وهي قوله تعالى ولسليمان الريح غذوها شهر ورواحها شهر ويتحدث تتحدث الآية عن المدة الزمنية في تنقل نبي الله سليمان وفي آية أخرى أيضا في سورة الأنبياء قوله تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين والآية هنا تتحدث عن عصف الريح يلانتقال سليمان بسرعة أن الريح تكون عاصفة تنقله بشكل شريع وهناك آية ثالثة أيضا في سورة صاد تتحدث عن الرياح الرخاء الهادئة التي يتنقل بها أيضا وعبرها نبي الله سليمان ويقوله تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب المفسرون تحدثوا عن هذه الآيات وعن حركة نبي الله سليمان وكيف كان يتنقل علامة طبارسي قدس سره حينما يتحدث عن هذه الآيات يقوله سليمان الريح ودوها شهر ورواحها شهر يقول المعنى أنها كانت تسير في اليوم مسيرة شهرين للراكب نصف نهار شهر والنصف الآخر شهر يوم شهرين العلامة المجلسي أيضا في بحار الأنوار هو يشير إلى جملة من التفاسير يقول قال المفسرون الأرض التي باركنا فيها هي الشام ثم تحدث عن الآيات التي تحدث عن العصف تار والرخاء تار أخرى وقال هناك عدة وجوه في الآيات المباركات في مرة عصف مرة يصفها القرآن بالعاصفة ومرة أخرى يصفها القرآن الكريم بالرخاء وأشار إلى أربعة وجوه وقال الوجه الأول أنها كانت تارة كذا يعني عاصفة وتارة كذا بحسب إرادة سليمان لأنها تأتمر بأمره تجري بأمره بإرادته حيث إذا أرادها عاصفة تكون عاصفة إذا كان مسرع في أمر مهم وإذا أرادها تكون رخاء تأتمر بأمر والوجه الثاني يقول أنها كانت في بدء الأمر عاصفة لرفع البساط ولقلعه فإذا استوى في الفضاء في السماء تصير رخاء عند تسييرها والوجه الثالث يقول أن العاصف عبارة عن سرعة سيرها أنها هي مسرعة والرخاء وعن كونها لينة طيبة في نفسه يعني ما كان يشعر هي مسرعة وما يشعر بها سيرها مثل الطائرة الطائرة كيف تكون مسرعة في الجن والراكب فيها يكون مطمئن هادئ ما يشعر بحركة سرعة الطائرة فهكذا هي في نفس الوقت عاصفة مسرعة وبالنسبة إلى جلسة سليمان على البساط يكون هادئ مطمئن لا يشعر بذلك العصف وبتلك السرعة والوجه الرابع يقول أن الرخاء كناية عن انقيادها له في كل ما أمرها بأنها يعني مطيعة رخاء يعني مطيعة لأمره هذه الوجوه التي أشار لها العلامة المجلس في بحاره يعني لخصها من جملة آراء المفسرين حقيقة لكنه كيف كان يتنقل نبي الله سليمان أين كان يذهب وهذا في أيضا كلام كثير عند المفسرين خلينا نستعرض جملة من التفاسير بشكل سريع حتى نعرف الجو العام عند المفسرين في حركة نبي الله سليمان وفي تنقلاته أيضا لم المجلس عنده إشارة أيضا في تنقلات نبي الله سليمان يقول كانت تغدو من دمشق البساط الريح تنقله تغدو من دمشق فيقيل بإصطخر يعني عند القيلولة بإصطخر من أرض إصفهان وبينهما مسيرة شهر المسرع وتروح من إصطخر فيبيت بكابل وبينهما أيضا مسيرة شهر تحمله الريح مع جنوده الشيخ الطبرسي في تفسير مجمع البيان أيضا أشار إلى ترقلات نبي الله سليمان حينما استعرض الآية المباركة ولسليمان الريح ودوها شهر ورواحها شهر قال أنه غدو تلك الرياح المسخرة شهر يعني مسيرة رواح يعني ما يقطعه الراكب في شهر كان يقطعها سليمان في نصف يوم قال والمعنى أنها كانت تسير في اليوم مسيرة شهرين للراكب هذه نص عبارته يقول والمعنى أنها كانت تسير في اليوم مسيرة شهرين للراكب ثم نقل تنقلات نبي الله سليمان وأخذ ذلك عن قتالia قال وقال قتالia كان يغدو يعني سليمان عليه السلام كان يغدو مسيرة شهر إلى نصف النهار ويروح مسيرة شهر إلى آخر النهار ونقل عن الحسن يقصد الحسن البصري كان يغدو من دمشق فيقيل بأصطاخر من أرض أصفهان وبينهما مسيرة شهر للمسرع ويروح من أصطاخر فيبيت بكابل وبينهما مسيرة شهر أيضا تحمله الريح مع جنده قال أعطاه الله الريح بدلا من الصافنات الجيال وأيضا الشيخ الطبرسي تحدث عن سكن نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول كان يسكن بعلبك وكان يبنى له بيت المقدس ويحتاج إلى الخروج إلى بيت المقدس وإلى غيره وكان سليمان يخرج إلى مجلسه فتأكف عليه الطير ويقوم له الإنس والجن حتى يجلس على سريره ويجتمع مع جنوده يقول ثم الشيخ الطبرسي يقول ثم تحمله الريح إلى حيث أراد أيضا عندنا الشيخ الطوسي في تفسيره تفسير التبيان الشيخ الطوسي عنده تفسير التبيان أيضا أشار إلى ترقلات نبي الله سليمان يقول كان يغدو من الشام إلى بيت المقدس فيقيله بإصطاخر من أرض إصفهان ويروح منها فيكون بكابل بالنسبة إلى التفاسير الأخرى أيضا عندهم شبه إجماع من غير مدرسة أهل بيت يعني هذا من مدرسة أهل بيت ومن مدرسة الأخرى نفس هذا التنقل موجود فيه كثير من التفاسير وكثير من التواريخ يعني مثلا من نسبة إلى تفسير البغوي تفسير البغوي أيضا تحدث عن هذه التنقلات يقول وكانت تسير به في يوم واحد يعني هذه الرياح مسيرة شهرين بالبساط هذا البساط كان يقطع مسيرة شهرين في يوم واحد ثم قال كان يغدو من دمشق فيقيل بإصطاخر وبينهما مسيرة شهر ثم يروح من أصطاخر فيبيت بكابل وبينهما مسيرة شهر للراكب المسرع ثم أضاف قال وقيل إنه كان يتغدى بالرأي ويتعشى بسمرقند يتغدى بمكان يتعشى بمكان يقيل بمكان يمسي بمكان الريح طوع أمره طوع بنانه بإشارة من سليمان بأمر منه أما بالنسبة إلى ابن الأثير ابن الأثير في كتاب البداية والنهاية في تاريخه أيضا نقل عن الحسن البصري يقول كان يغدو يعني سليمان من دمشق فينزل بأصطاخر يتغدى بها ويذهب رائحا منها فيبيت بكابل وبين دمشق وبين أصطاخر مسيرة شهر وبين أصطاخر وبين كابل مسيرة شهر طبعا ترددت في التفاصيل كلمة أصطاخر أصطاخر ماذا تعني أصطاخر؟ المتكلمون عن العمران والبلدان ذكروا أن أصطاخر بنتها الجان لسليمان وكان فيها مملكة الترك قديما ومو فقط الجان بنوا أصطاخر وإنما كذلك بنوا تدمر كما أشارت كتب التواريخ وبنوا بيت المقدس وبنوا جبرون وبنوا باب البريد في دمشق أيضا القرطبي حينما تحدث في سورة السبع عن تفسير الآية المباركة نفس الكلام يقول كان يغدو من دمشق فيقين بأصطاخر وبينه مسيرة شهر المسرع ثم يروح من أصطاخر ويبيت بكار وبينهما شهر المسرع ويقول كانت تسير به في اليوم مسيرة شهرين لكن هذه التنقلات أيها الأحبة وهذه الحركة العجيبة أن الريح كانت طوع بنانه طوع أمره وكان يركب على البساط يا ريح حملينا يا ريح نزلينا لم مع كل ذلك من الأمر الخارق لنواميس الطبيعة لم يأخذه العجب ولم يأخذه الزاهو ولم يأخذه التفاخر والتباهي بالعكس كان زاهداً كان عابداً كان تقياً كان يكثر من التسبيح والتهليم وهو على البساط حتى ذكر التاريخ قصة ذات يوم ما يروى في ترحار سيدنا سليمان على نبينا وآله وعلي أبضل صلوة التسليمات أنه ركب البساط وسار وكان يطير في الفضاء بالبساط إلى أن مر على فلاح يحرث أرضه هذا الفلاح أرفع رأسه وإذا سليمان يطير على البساط فأخذه التعجب والانبهار وقال لقد أوتي آل داود ملكاً عظيماً ورح نقلت كلام هذا الفلاح إلى سمعه إلى سمعه إلى سمع سليمان لما حملت الريح كلامه ألقته في أذن سليمان نزل يا ريح نزلين نزل ثم مشى إلى ذلك الفلاح وصل إليه قال لي إني سمعت قولك وإنما مشيت إليك أنا نزلت بعير جيت إليك مشي وإنما مشيت إليك لألا تتمنى ما لا تقدر عليه ثم قال له لتسبيحة واحدة تسبيحة واحدة يقبلها الله منك خير من الدنيا وما فيها فقال الفلاح أذهب الله همك كما أذهبت همي يبدو أنه كان مهموم لما نظر لأن البعض إذا شاف غني أو شاف شيء يعني يصاب بالهم هذا في جارب من الحسد إذا شاف واحد عنده أبها يعني يصاب بالهم ليش أنا ما عندي ليش أنا كذا فأصيب بالهم لما رأى سليمان يتنقل فلما أخبر سليمان قال ترى ذا ما إلى قيمة أمام قدرة الله وامتسبيحة واحدة فاتق الله وفي الجنة الله تبارك وتعالى وعد المتقين بجنات وأنهار وإلى آخره فقال لا أذهب الله همك كما أذهبت همي هذا بالنسبة إلى تنقلات وحركة نبي الله سليمان أما ما هو بساطر أيها الأحبة فهناك كلام كثير عند المفسرين وعند المحدثين وعند المؤرخين وكما أسلفت أن البعض بالغ في ذلك البساط يعني مثلاً ابن الأثير في كتاب البداية والنهاية يتحدث عن ذلك البساط يقول كان له بساط مركب يعني بالله سليمان كان له بساط مركب من أخشاب بحيث أنه يسع جميع ما يحتاج إليه من الدور المبنية والقصور والخيام والأمتعة والخيول والجمال والأثقال والرجال من الإنز والجان وغير ذلك من الحيوانات والطيور فإذا أراد سفراً أو مستنزهاً متنزهاً أو قتال ملك من الملوك أو أي شيء أراده أو سفراً إلى أي بلاد شاء كانت رياحة أحمله كان يجلس على البساط ياريه أحملين وكانت الرياح تدخل تحته فترفعه ترفع البساط فإذا استقل بين السماء والأرض أمر الرخاء الرياح الرخاء يعني فسارت به فإذا أراد أسرع من ذلك أمر العاصفة فحملته أسرع ما يكون فوضعته في أي مكان شاء بحيث أنه كان يرتحل في أول النهار من بيت المقدس فتغدو به الرياح فتضعه بأسطاخر مسيرة شار فيقيم هناك إلى آخر النهار ثم يروح من آخره فترده إلى بيت المقدس هذا كلامه أيضاً عندنا النسف في جسد ساة عش في تفسيره يتحدث عن هذا البساط وقال هذا البساط ترى من صنع الجان الجن يقول وقد نسجت له الجن بساطاً من ذهب وأبريسم فرسخاً في فرسخ يقول مساحة ذلك البساط فرسخ في فرسخ وكان يوضع منبره في وسطه وهو من ذهب وفضع وفضع هذا المنبر يعني فيقعد وحوله ستمائة ألف كرسي من ذهب وفضع فيقعد وحوله العلماء والرجال والناس والجن والشياطين وتظله الطير بأجلحتها حتى لا يقع عليه حرع الشمس وترفع ريح الصباء البساط فتسير به مسيرة شهر ثم روى يقول ويروى أنه كان يأمر الريح العاصف تحمله ويأمر رخاء تسير به فأوحى الله عز وجل إليه وهو يسير بين السماء والأرض إني قد زدت في ملكك أن لا يتكلم أحد بشيء إلا ألقته الريح في سمعك أنا أسلفت أن بعض المفسرين بالغوا في ذلك البساط وبعض المفسرين أصلاً لم يتعرض لذلك يتعرض فقط لتنقلات سليمان وقال أنه هي الريح كانت تنقلهم خشية أن يتعرض يعني يدخل في هذا النفق أنه ما هو ذلك البساط وكيف كانت تنقلاته والبعض عند حالة من المبالغة والبعض عند تشكيق في الأمر فبعض المفسرين فضلاً لا يدخل في هذا المجال اختصر أن الريح كانت مسخرة له وكانت تنقله إلى آخره وثلاثة أربع المفسرين لا تحدثوا بالتفصيل عن تنقلاته والبعض بالغ مبالغة في البساط حتى أن البعض أشار أنه مع ما ذكرته كتب التفاصيل وراجع في أوساط العوام من أنه في المكان البساط مركب تحمله الريح ويتجول في أقطار الأرض وأشار إلى ما ذكره الطبري ابن جرير الطبري في تاريخه وأشار في تفسيره أيضاً ابن جرير الطبري حتى في تفسيره أشار أن سليمان له مركب من خشب وكان فيه ألف ركن في كل ركن ألف بيت تركب فيه الجن والإنس تحت كل ركن ألف شيطان يرفعون ذلك المركب طبعاً ربما يقصد ألف للكثرة تستخدم عادة أن تستخدم كلمة ألف للكثرة وبشكل المجموعة نحن لا نستكثر على قدرة الله تبارك وتعالى شيء الله تبارك وتعالى قادر على أقول لكنه كما أسلفت أن البعض يشكك إذا صار فيه نوع من المبالغة ومن من شكك في هذا الكلام بل رفضه عندنا الشيخ عبد الوهاب النجار رد هذا الكلام جملة وتفصيلاً وقال أنا لا أدري لماذا ذهب سليمان إلى أصدخر أصلاً ثم حتى في تنقلاته كان يشك ثم إلى خراسان وليست من ملكه وإذا ذهب زائراً لملوك تلك البلاد فأي داعاً إلى أخذ الجند يقول الذين لا يقل على نهم في بعض المصادر عن مليونين وإذا كان سليمان يقول لا يعلم بمملكة سبأ وملكته حتى هداه الهدهد إلى ذلك فكيف يترك اليمن التي في متناول يده ويذهب إلى أصدخر ثم إلى خراسان وبعدها قالوا أن القائلين والمتحذين عن هذا البساط التي تحملوا الريح اختصروا على عشرة أذر أو عشرين أو مئة لك هذا الأمر معقول لكن يقولون أن فيه ألف ركون وفي كل ركون ألف بيت هذا الذي جعله يرد هذا الكلام كله جملة متفصيلاً يقول هذا لا يقبله تصور طبعاً هذا الكلام أيضاً في جانب منه فيه نظر لأنه سليمان إذا رأى أن يتنقل ما الذي يمنعه الريح مسخرة بأمره وريح تنقله مسيرة شهرين في يوم واحد ما الذي يمنعهم وإذا مسيرة شهرين في يوم واحد مسيرة شهر يعني يأخذه إلى بلاد بعيدة لأن الراكب يقطع في مسيرة شهر سواء كان بالفرس أو الخير مسيرة شهر يقطعها بمدة طويلة يعني ومسافة بعيدة أما نوعاً خوص ذلك المركب وذلك البساط فنحن فقط ننقل آراء المفسرين وآراء المؤرخين وعلى المشاهد الكريم هو أن يعني يرى الأمر بعقله وبذوقه وبحسب ما يراه مناسب لكنه ننقل آراء المفسرين وآراء المؤرخين كما أشار صاحب الأمثل في تفسيره هو فقط أشار إشارة يعني لما تحدث عن الرياح التي سخرت لسليمان أول شي قال أنه الرياح منها ما يحرك السمون الكبيرة والمحيطات ومنها يميذي الحجار الطاحونات الهوائية ومنها ما يرفع البالونات العام السماء يقول هذا الجسم اللطيف سخر لسليمان ثم قال أما كيف تحمل الرياح مقعر سليمان سواء كان كرسي أم بساط لأن عندنا بعض روايات أنه كرسي وما يمنع الكل يعني تارة ترفع الكرسي وتارة أخرى ترفع البساط ماكو مانع من ذلك يقول فليس أما كيف تحمل الرياح مقعر سليمان سواء كان كرسيا أم بساط فليس بواضح لنا والقدر المتيقن هو أنه لا شيء يمثل مشكلة أو عقبة أمام قدرة الله تبارك وتعالى أما ما هي العوام التي تحفظ سليمان من ضغط الهواء ومشكلات الأخرى لا شيء من الحركة في السماء يقول هذا أيضا المسألة التي خفيت وكل ما نعلمه أن تاريخ الأنبياء خارق للطبيعة لأمور كثيرة لكنه يقول مع الأسف امتزجت بعض الروايات نتيجة جهود بعض الجهلة وأعداء المعرفة بالخرافات التي أضحط فيها الصورة الحقيقية مشوشة أيضا هل كان يخرج سليمان للغازو بالبساط؟ نعم هناك روايات يقل ما يقعر عن الغازو وما كان يسمع في ناحية من الأرض بملك كافر إلا أتى حتى يذله أو يدخله في الإسلام بل أنه بعض المصادر ذكرت أيضا أشعار وردت رؤية أنه على صخرة بأرض يشكر قيلها محفورة في تلك الصخرة والبعض قال أنها من أصحاب سليمان سواء كان جن أو إنس قصيدة عن تلك التنقلات ونحن ولا حول سواء حول ربنا نروح إلى الأوطان من أرض تدمر إذا نحن رحنا كان ريث رواحنا مسيرة شهر والغدو لآخر وناس شروا لله طوعا نفوسهم بنصر بن داود النبي المطهر لهم في معالي الدين فضل ورفعة وأنسبوا يوما فمن خير معشري متى يركبوا الريحة المطيعة أسرعت مبادرة عن شهرها لم تقصر تظلهم طير صفوف عليهم متى رفرفت من فوقهم لم تنفر أيضا أيها الأحبة هناك أنه كان الريح يحمل كرسي سليمان كما ذكر صاحب البرهان في تفسير البحراني يقول كانت الريح تحمل كرسي سليمان فتسير به في الغداء مسيرة شهر وكذلك تفسير القمي وكذلك تفسير الصافي يقول كانت الريح تحمل كرسي سليمان فتسير به وأيضا هناك قصير في الختام يقول أحبة لأحمر شوقي يتحدث عن هذا البساط يقول قم سليمان بساط الريح قام ملك القوم من الجو الزمام حين ضاق البر والبحر بهم أسرجوا الريح وساموها اللجام صار ما كان لهم معجزة آية للعلم آتاها الأنامة قدرة كنت بها منفردا أصبحت حصة من جد اعتزاما والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا